لغة واحدة ولسان واحد ينطق العراقيون بزفاف شهيد تلو شهيد بكلمة العراق هي رسالة لا تموت يربط المتظاهرون وعدهم بأرض ثابتة إذن لا يوقفهم الرصاص أو الاغتيال ميلاد شهيد جديد في يوم أربعانية شهيد رحل لكن لم ترحل الكلمة شررة غضب تقدح فتنجب جيشا من الشهداء ومن في الشوارع شهداء وأحياء لا يحيدهم القتل عن بوصلة عراقهم أو كما يقولون تشييع الشهيد تحسين أسامة الذي رفع راية المتظاهر السلمي سجل وصمة عار جديدة بحق انتهاك الروح العراقية في بلاد يتعطش لأن يكون صفا واحدا من شماله إلى جنوبه التصام باسم الشهيد في البصرة يحيي ثورة تشرين ويوحد الصفة في منصات التواصل الاجتماعي بغضب لا يهدأ أو كما يصفون شررة تنتشر بوسم الشهيد على منصة تويتر الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يغرد بوضوح وفي رد مباشر فما يجري يقول الضاري أنه عجز حكومي عن حماية الأرواح أما الإجراءات الحقيقية لملاحقة المجرمين فهي العلاج المطلوب في وقت عاجل وضوح حقيقي بإحياء نبض الثورة من جديد وقوفا في وجه الزهق للأرواح رحل الشحماني وترك أطفاله في عراق لا تؤتمن فيه روح طفلة إيمان قاطع كان يراه الشهيد قبل رحيله وجاءت الكلمات لترسخ ما قد قيل وما سيقال ثورة غضب تشتعل على منصات التواصل فتتواصل إلى الشوارع أما ما قد يأتي في الأيام المقبلة فهو فتيل يشعله العراقيون بأجسادهم وقد قيل هذا وعد نطق به كل لسان خرج لأجل يعيد حقه بوطن اسمه العراق